سائلة من أم البواقي تقول ما رأي فضيلتكم في الفتاة المتحجبة في قلبها الله 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 هم صابونا حاجة جديدة يا هذه متحجبة في قلبها وفي رأسها وزنودها ورجليها واصدرها ولحمها كله هذه ما شيء متحجبة متحجبة غير في قلبها الله يهديك ما رأيكم في الفتاة المتحجبة في قلبها الحافظة لكتاب الله ولكن مظهرها غير ذلك والله هذا من تلبيس إبليس هذا من تلبيس إبليس إبليس هو لي يجيب لكم هذه الأفكار زعمها على بالك أنا نخبط ونسك صار الله عن قلبي بيد ايه قلبك بيد روح ونبعد قلبك بيد والشراب اللي اكتبه حرام يا عبدالربي على بالك أنا ولوها كتوفيني أقدام مشي الأفساحي جاب الله موضو كيف يقول بصلا أنا والله قلبي بيد وانا حنينا ايه روحي حنينا ما شاء الله ما قلناش شكولي قال عليك مشي حنينا شكولي قال عليك حنينا وما شاء الله ولكن هذه أحكام شرعية كيف تديري كتلاقي ربي كتلاقي ربي فهميني تقولي لو أنا حنينا أنا طيبة انت كتلاقي ربي واش تقول له كي سألك يا عبدي أنا حرمت عليك الخمر وانت انتهكت الحرمة وروح تشرب تشرب تقول له يا ربي بصحانا حنينا وقلبي بيد تسلك روعك بهذه يا وحننا نخمو لك كيف تسلك روعك عند ربي أما مع العبادة هدلة هدلة زيدة هدي الشيطان يجيب لكم هدلة العفاسي هكذا يجيب لكم هدلة الحيلات يقول لك فلان عباك يظل في تبرنا سأتعرف الله طايع الوالدين أم با طايع الوالدين واذي كيظل في تبرنا كيف تسلكها فلان يأكل رشوة بالصحة كادة هو بليس يقول لك زيما ألف ألف خمار ولا قمار يا وما تنفكت هذه هدلة زيدة ما عندها احتمعنا إذا انتهكت حرومة الله واجدك احتوق بين يدي الله هكذاك انتهي ما رأيكم في الفاتاة المتاحة تجيب في قلبها ربي ما قالك سديري الحجاب في قلبك قلبك قال لك نحي منه الحقد نحي منه الحسد نحي منه البغض نحي منه الكبر هذه الأمراض نحيها من قلبك أما الحجاب قال لك ديريه في الجسد انتعك فهمتي في الجسد انتعك زعمة متحجبة في قلبها وحافظة لكتاب الله ولكن المظهر تحرر ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل حافظة لك